النحل وما أدراك من نحل سمى الله عز وجل سورة بالقرآن باسم هذا المخلوق العجيب ويرى في بعض الآثار أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يصف المؤمن بالنحل فما أعجب هذا المخلوق تخيل ما قيمة هذا العسل الذي يخرج من بطن تلك الحشرة ومما يأتي وكيف تخرج النحلة من بداية حياتها وكم تذهب إلى آلاف الأمتار لتأتي على طعام رزقها الله عز وجل إياه تغدو خماصا وتروح بطانا وما الذي تحمله في بطنها مصنع كامل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون النحلة فيها خواص عجيبة أول شيء فيها حاسة الشم بقرني الاستشعار حاسة شم دقيقة شم من بعيد ومن خصائص النحل أنه ما يسقط إلا على الطيب في ناس بدل ما يصير كالنحل صار كالذباب الذباب ما يطيح على القذر والنحل ما يسقط إلا على الورد والرحيق والأشياء طيبة رائحة وحاسة الشم عند النحلة حاسة دقيقة بليغة جدا الله أعطاه حاسة ثانية النظر تدري أن النحلة تشوف أشياء أنت ما تشوفها؟ هل تعلمين أن النحلة ترى في الأشعة تحت وفوق البنفسجية اللي إحنا بالعين المجردة ما يشوف هي تشوفها ولهذا تعرف من وراء هذه الزهرة شنو داخلها؟ في أشياء حينما نراها النحلة تراها هذه نحلة خلقها الله عز وجل لأجل من؟ لأجلك يا ابن آدم تصنع لك عسلا وشهدا عذبا وحلوا تأكله وأنت بكامل صحتك وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسنكي سبل ربك ذللا تخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون